اهلا وسهلا كان الاهم في جلسة الاسبوع الماضي هو رفع الفائدة من الفيدرالي بمقدار 25 نقطة اساس ترك الباب مفتوح لامكانية رفع فائدة اخر اشار الى عدم تخفيض الفائدة في العام الحالي وعدم توقع الركود في الولايات المتحدة واستنسخ بنك اوروبا تحركات الفيدرالي بعملية رفع الفائدة وامكانية التحرك للمزيد في دور التجديد السياسة النقدية بينما ترك بنك اليابان سعر الفائد بدون تغيير لكن اشار الى تعديل منحنى عوائد السندات ومرونته بنصف بالمية اما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لا يزال يسجل انكماش في الاقتصادات وكان الاداء الاسوأ من دولة التصنيع المانيا عن مستويات 38.8 بينما توسع الاقتصاد الامريكي بنسبة 2.4% للربع الثاني واللي فتح الامال للمزيد من تجديد السياسة النقدية وعلى المستثمرين متابعة عدد من الاحداث المهمة في جلسة الاسبوع القادم اولا التقديرات الاولية لقراءة التضخم من اوروبا واللي من المتوقع انه تسجل تباطؤ نحو مستويات 5.2 من 5.5% ثانيا اجتماع بنك انجلترا واللي من المتوقع رفع الفائد بمقدار 25 نقطة اساس في ظل التضخم المرتفع طبعا لحتى الان عن مستويات 7.9% ثالثا بيانات الوظائف الامريكية واللي بتابعها اكيد المستثمرين لمعرفة صحة سوق العمل وانعكاسه على تجديد السياسة النقدية من المتوقع انه نضيف الاقتصاد الامريكي 184 الف وظيفة في القطاع الغير زراعي ان تستقر البطالة عن مستويات 3.6% بينما قد يتباطئ الاجور لمستويات 4.2% من 4.4% على اساس سنوي ننتقل للتحليل الفني جلسة الاسبوع القادم نبدأ مع تداولات الذهب تداولات الذهب عن مستويات أو أدنى مستويات 1980 المستويات التي أشارنا لها في الفيديو السابق تم الارتداد منها بشمعة هبوطية وإغلاق يومي سلبي أثناء اجتماع الفيدرالي الأمريكي لا تزال التداولات أدنى المستويات المقاومة أو منطقة المقاومة السعرية من 1980 حتى 1970 ثبات التداولات أدناها واستمرار التداولات أدناها قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1940 ثم مستويات 1920 ننتقل لتحليل اليورو اليورو لا يزال يتداول أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد اليومي استمرار التداولات أعلى مستويات دولار 9 سنت قد يدفع اليورو لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات دولار 10.80 ثم 11.90 طبعا ثبات التداولات أعلى خط الاتجاه الصاعد شرط أساسي لتشكيل الميل الصعودي ننتقل لتحليل الباوند الكابل الكابل أيضا لا يزال يتداول أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد اليومي اختبار ركيز الثالثي للخط الاتجاه أعلى مستويات 27.40 ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 27.40 قد يدفع الكابل لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات دولار 30 سنت ثم 31.40 ننتقل لتحليل اليون اليون لا يزال يتداول أعلى مستويات الدعم السعرية 137.50 ومستويات الدعم السعر الآخر 138.50 ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 138.50 قد يدفع اليون لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 142.40 ثم 144 لليون ننتقل لتحليل الأسترالي الأسترالي يتداول أدنى مستويات خط الاتجاه اليومي الهابط ثلاثة الركيزة أدنى مستويات المقاومة السعرية 67.40 ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات المقاومة السعرية الثابتة قد تدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 65.85 ثم 64.70 ننتقل لتحليل النفط خام غرب تكساس خام غرب تكساس اخترق مستويات المقاومة السعرية 73 اختراق مستويات أيضا خط الاتجاه الهابط تداولات سعرية باتجاه صاعد جيدة جدا مع اختراق كافة المقاومات السعرية ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 77.40 قد يستأنف الخام غرب تكساس الميل الصعودي نحو مستويات 81.75 ثم 83.35 نختتم مع تحليل الداو جونز تداولات سعرية للداو جونز للأسبوع الثالث على التوالي بإيجابية اختراق مستويات المقاومة السعرية 34.915 ثبات التداولات السعرية أعلىها اللي تحولت طبعا لمستويات داعم سعري قوي ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 34.915 قد يدفع الداو جونز لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 34.465 بالتوفيق للجميع